دائما بنسمع عن قصص اعدام لمسؤولين في كوريا الشمالية انتقدوا سياسات الزعيم كيم يونغ وحو حتى أو لو حتى سووا أي شيء زي أنهم مثلا يغفوا أو يغلبهم النعاس في اجتماع رسمي وصارت قبل كذا وانعدم وزير التعليم اللي شايفينه قدامكم برضو المسؤولين بنعدموا لو تكلموا عن الرئيس في عشا ومصلا كمان حصلت منكم يوم هذه الحكاية ونفس النهاية المأساوية بس قصتنا اليوم يمكن تكون كمان أعجب من هذه العجائب فاللي صار أنه في أحد كتب غرافيتي على حائط أو جدار في سوق أنسان الواقع بشمال العاصمة بيونغ يونغ هذه الكتابة جاء فيها كلام بيقول يسقط مسؤولو الحزب اللي بيعيشوا حياة جيدة باستغلال الناس جملة مواضح فيها مين المقصود تحديدا بالنقد بس السلطات الكورية الشمالية ما عدت الموضوع على خير وأخذته على أنه المكتوب هو انتقاد مباشر وواضح للزعيم السلطات صارت تدور علشان تدور وتدور علشان يعرفوا مين صاحب هذا الخط وحولوا الحي اللي فيه سوق لمسرح جريمة وكل اللي عايشين فيه صاروا في قفص الاتهام وراح ضباط الشرطة وصاروا يدقوا على باب كل بيت ويخلوا أي شخص فيه يكتب كلمتين بخط يده مرة باليمين ومرة بالشمال وترى على فكرة يعني حتى الأطفال كمان المساكين الصغار استجوبوهم في هذا الموضوع العموم التحقيقات لسه مكملة ولو أقول لكم ما رح تصدقونه الموضوع وصل لأي درجة لأنه الموضوع كبر ودائرة المتهمين اتسعد وصار حتى سكان المحافظة كلها متهمين وطبعا جاسين يدوروا يسوي معهم نفس الشي جربوا خط اليد اليمين وخط اليد اليسار وعلى هكذا